في البداية تصريحات أخيرة خرجت بها عن صمتك وصفت النظام الحالي بأنه يرغب بالتخلص من أي معارضة حقيقية ذكرت أنه إما أن تكون مؤيدا لكل قرارات الرئيس السابقة والحالية وإما أن تستباح أنت وأهلك لكنك قلت طموح الرئيس يحتاج مواطنا مخلصا متحمسا لبناء بلده إذا صح كل ما نسب إليك في هذه التصريحات فهي متناقضة بعض الشيء لا هو على حسب السيق لا شك أن الرئيس السيسي عايز ينجح يعني يريد أن ينجح وزي ما كان الرئيس مرسي عايز ينجح بس هو الموضوع في ما هي طريقة النجاح يعني طريقة النجاح هي أن أتهم كل من ينتقدني حتى لو كان نقدم بناء بأنه عميل وخاين وعميل لقطر وإلى هذا الغراء وأن أنا أعمل قانون انتخابات علشان أرجع به نواب الحزب الوطني وأن أنا أضع شباب الثورة في السجن اللي هم بناء على قانون غير دستوري اللي هو قانون التظاهر اللي هم لو لا شجاعة شباب الثورة لما كان الرئيس مرسي ولا كان الرئيس السيسي في موقعه الآن فهذا التموح اللي هو لا شك فيه أن الرئيس السيسي عنده تموح عشان ينجح وأنا طبعا وأعتقد أنه أي شخص مصري عايزه ينجح وعايز أي رئيس ينجح سواء السيسي أو بيرو ولكن هذه الطريقة لن تؤدي بنا الحقيقة إلى النتائج المرجوة لأنك كل يوم بتستبع القطاعات من الشعب المصري لأنه فكرة الوان من شو أو عرض الرجل الواحد تم تجربتها في مصر وفي العالم العربي على مدى ستين عاما وكانت النتائجها كارسية وبالتالي لا أرى تنقونا فيما قلتم